من يقول أن الفلسطينيين لم يتحملوا مسؤولية ما جرى اليوم من حيث العلاقة ما بين الفلسطينيين والإسرائيليين يجهل التاريخ هل تتفق مع ما قاله السيد دينيس روس بالطبع نحن نتحدث عن واقع احتلال يعني البعض يتحدث عن سلطة فلسطينية سلطة فلسطينية على من؟ إذا كانت السلطة الفلسطينية نفسها رهينة في يد الاحتلال الإسرائيلي فبتالي أي قرارات تتخذها السلطة الفلسطينية هذه القرارات يجب أن تتماشى مع الهوى الإسرائيلي بشكل ما أو بآخر فبتالي نحن نتحدث عن سلطة محدودة السلطة محدودة الصلاحيات فبتالي لا يجب بأي حال من الأحوال وهذا طبعا لا تقليل من أهمية السلطة الفلسطينية ولا تهوين من شأنها لكن هذا هو الواقع الاحتلالي منذ 30 عام حتى الآن كان هناك البعض يتحدث عن سلطة فلسطينية نفسه يتحدث عن سلطة انتقالية لمدة كم سنوات ثم بعد ذلك تبدأ محادثات أخرى هذه المحادثات تتعلق به الوضع النهاي الوضع النهاي ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر